اشتركوا في القناة ارد اقول علامة تبويب واريد هذه علامة تبويب استنسخها واخليها مثلا هنا بهذه الفقرة واستنسخ هذه اللصق ادي العناوين طبعا العناوين استخدمها ممكن في عمل البوسترات عبارة عن نصوص او قوالب تنسيقات جاهزة اقدر استخدمها بالعناوين مثلا هذا النص طبعا اقدر اكبر حجم الخط واقدر اكبر هذا حجم الخط واستخدم عليه هذا العنوان مثلا هذا العنوان طبعا يطيني فدرونق جميل للعنوان ممكن استخدم ممكن هذا العنوان ممكن هذا اللي هو باللون الاخضر ممكن اللي هو باللون الاسود وهكذا طبعا ممكن هذا واحد يسأل يقول هنا العنوان شكله مو جميل الخلل انه اني مستخدم فونت رفيع اقدر استخدم فونت عريض مثل عندنا فونت اسمه BT heading اللي هو خط يستخدم بالعنوان هذا الخط شوفوا انه التنسيق صار اجمل ممكن استخدم هذا التنسيق وهكذا هاي العناوين ممكن استخدمها اقدر استخدم هاي العناوين عبارة عن تنسيقات جاهزة اتفيدني بجمالية العنوان عدنا الخيار اللي هو ماركر طبعا الخيار ماركر طلاب السادس اللي لا موجود واحد ويانا من طلاب السادس انه التعريف المهم او الجملة المهمة يقوم بتضليلها بقلم ماركر حتى يقدر يوجدها في حال احتياجها فنفس الشي هنا نقدر نضلل الجملة بلون معين هذا اللون يكون فسفوري حتى العين توجده بشكل سريع يسمى ماركر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة